وفي شباك هاشتاج لهذا اليوم مشاهدين نذهب إلى تونس ونسأل أميرة مهذب عن أبرز ما شغل التونسيين على مواقع التواصل الاجتماعي مساء الخير أميرة وأهلا بك أميرة نبدأ مع الهاشتاج الأول وهو في الواقع كان موضوعنا الرئيس البارحة ارتفاع الأسعار في تونس والغضب طبعا الذي أثارته أو أثاره هذا الارتفاع بالفعل ديما مساء الخير يعني ارتفاع الأسعار وربما اعتزام الحكومة التونسية لرفع الدعم تدريجيا وفق ما يمليه البنك الدولي هو الذي يثير جدلا واسعا في تونس خاصة أن في تصريحات غير رسمية تفيد أن عدد أو نسبة من طبق المتوسط للشعب تتقلص من 70% إلى أقل من 45% وهو يثير مخاف التونسيين خاصة عندما أقرت الحكومة التونسية وتحديدا وزارة المالية ترفيع في سعر كيلو جرام السكر بنسبة 22% وهي تقريبا تعد سابقة هذه النسبة أي 250 ملي من في الكيلو جرام الواحد وأثار جدلا واسعا أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي نبدأ بالتعليق الأول وهو لوزير المالية والسياحة السابق والخبير الاقتصادي محسن حسن الذي ربما يرى أن رفع الدعم تدريجيا عن هذه المواد ويعني الترفيع في سعر السكر أمر لا بد منه للإصلاح يقول صباح الخير لا بد أن نختار بين الإصلاح والإنهيار يستهلك التونسي كيلو جرام من السكر في الشهر والعائلة أربع كيلو جرام بالتالي فإن الزيادة ب250 ملي فهي ستكلف العائلة دينارا واحدا شهريا فقط لغير أما التعليق الثاني ليروت في رياحي عن الدفاع عن المستهلك يقول لزيادة في سعر السكر فسحت المجال لزيادة أسعار جميع المنتجات التي يعتمد فيها على السكر من مكونات ومنتجات والتي تعد بالعشرات أما التعليق الثاني وهو تهكمي قليلا لعدنان منصر يقول جيت بيش نكتب على حكاية رفع الدعم عن السكر وانعكاساته من بعد تذكرت أن لدينا المشيشي كرئيس حكومة وهو الذي يعني محلي حياتنا وهو ببلاش أما الموضوع الثاني ديما فستان زوجة الرئيس يثيره جدلا واسعا على موقع التواصل الاجتماعي في زيارتها الأخيرة مع رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى بروكسل حيث ارتدت كلمته إشراف شبيل فستانا أسود دونتيل وهو أثار موجة من الانتقاد بين الذي اعتبر أن الفستان أن يقو بين الذي يعني يعتبر أن ذلك يخالف بروتوكولات الأزياء الرسمية خاصة أن الفستان كان كامل باللون الأسود والذي اعتبره كثير من رواد موقع التواصل الاجتماعي أنه لون الحزن ولون المآتم سمير يقول رفاهة التعليق على فستان زوجة الرئيس لا يملكها سوى شعب دولته مزدهرة ووضعها مستقر ومستقبلها واضح ورئيسها يؤدي واجبه كاملا بنجاح باهر أما أن يتحول الجميع إلى خبراء في الصورة والأزياء والألوان والبروتوكول أيضا في دولة مفلسة ومنهارة فهذا يعني يعد مهزلة التعليق الثاني أيضا علي ربما يوافق سمير في نفس التوجه يقول شعب الذي يعني فستان زوجة الرئيس أهم من مشاكله أقبل العزاء فيه وتصبحون على خير الآن أما أمال فهي أمال يعني تعتبروا أنا لون فستان الرئيس يعني زوجة الرئيس عفوا يعني غير ملائم لهكذا مناسبات وزيارة الرسمية تقولوا نقطة نظام بربي بش نكون مخالفة للسرب كيف تحب وتحكيه على اللباس في المناسبات الرسمية لازم تتعلموا شوية عدات وتقاليد من الشعوب ولازم شوية معرفة بالدريس كود على خطر المناسبات الرسمية كل حاجة لديها دلالة هذك علاش أردت أن أقول أن الدونتين الأسود واللون الأسود تحديدا يعني يرتدى في المآتم حتى لا أقول شيء آخر وأكتفي بهذا القدر يعني رغم المشاكل ديمالانة يعني التونسيون دائما حارسون على تتبع أخبار الرئيس وزوجة الرئيس وربما حتى يعني التعليقات تكون طريفة في بعض الأحيان في خصوص هذا الموضوع نعم أميرة شكرا جزيلا لك لرصدك كل هذه التعليقات ونلتقي الأسبوع المقبل